السؤال الثامن الطفل ازاي نغير له البامبرز بعد الختان ده سؤال سهل جدا تغيرينه البامبرز بعد الختان زي ما كنت بتغيره له قبل الختان يعني مثلا عمل كيكي نمسح بالوايبس او نحط مية على مناديل وننظف مكان الكيكي طب عمل بيب بي ايه المشكلة مهولبول طاهر مفوش اي حاجة مفوش اي بكتيريا ده جاي من الكلية مباشرة فكنه انه ينزل على جرح الختان هيلسحه اول مرة وبعد كده مفيش اي حاجة تانية فالطبيعي انه يتبولي على جرح الختان سواء احنا حطين الحلقة البلاستيكية والحلقة المعه دانية يبقى اذا ننشف بقى دكتور المكان بتاع البول ده مش محتاجة تنشفه البول طلع راح في الحفاظ الحفاظ تغير مش محتاجة ان انت يتنشفه مكان وهتزميل الطفل وتخليه يتوقع طب افرد يا دكتور بقى انعقدها شوية الكيكين اللي من تحت يجيه على جرح التهارة وده مش المفوض يحصل وده بيحصل لما الام اتأخر جدا في تغيير الحفاظ لمدة اربع او خمس ساعات لو ده حصل يا سيد الكل هتروح حط الطفل تحت الحنفية الماء تنزل على الختان تنزل منه اي بوائي كيكيه وبعد كده ننشف ونحط المره المكرمة اللي احنا يعني بنحطهم بعد الختان حتى لو مش في معاد المره المكرمة دكتور اه حتى لو مش في معادهم بنحطهم بسبب ان فيه كيكيه جاء على الجرح ده مش المفوض يحصل لكن لو حصل سهلة جدا وده يودينا للسؤال التاسع